وللمزيد حول هذا المنعطف الذي دفع به الرئيس التونسي العلاقات بين البلدين ينضم إلينا مباشرة على الهواء من مكتبنا بالرباط السيد عبدالفتاح نعوم الباحث في العلوم السياسية سيدي أهلا بك أبدأ معك من آخر رد فعلا انتهى به الربرتاج حول مواقف شخصيات سياسية تونسية مما جرى وهو هذا التساؤل ما الذي يفعله في تونس وفي منتدى يجمع دول حقيقية وليس كيانات وهمية يجمع اليابان بالدول الإفريقية لمناقشة شراكتهم الاقتصادية ما الذي يفعله زعيم ميليشيا انفصالية هناك ما موقعه تفسير ذلك أن هذه الدعوة هو والاستقبال هما لا لشيء إلا ليكون عملا عدوانيا ضد المملكة كما أشر إلى ذلك بلاغ الخارجية أهلا وسهلا هو بطبيعة الحال عمل عدواني وسلوك غير مسؤول وانزياح غير مقبول بالنسبة للديبلوماسية التونسية والسياسة الخارجية التونسية تجاه بلدنا بل أنه سقط أو نغم نشاز في تاريخ تونس بأكمله لأنه في الحقيقة منذ أن نفتع إلى هذا النزاع في العام 1975 تونس استخدت موقفا واضحا تدعم الأمم المتحدة والشرعية الدولية وتدعم الوحدة الترابية المغربية هذا لا غبر عليه إجماع تونسي بأكمله بين الدولة والمؤسسات والنخب الحية وحتى المجتمع كل فرقاء على اختلاف تلوينهم مجمعون على هذا الموقف الرئيس قيسعيد للأسف الشديد أنه جعل بلده وسياسته الخارجية مرتهنة لأهواء وأمزجت حكام الجزائر بنفس الطريقة التي كانت قد حاولت الجزائر أن تفتعل بها أزمة بين المغرب وبين إسبانيا عبر إدخالها لهذا المرتزق الانفصالي إلى إسبانيا قامت بنفس الشيء في تونس لأنه لم توجه أي دعوة إلى هذا المرتزق الانفصالي لا يوجد أي سند أو أي مبرر لأنه حتى المغرب حينما وضح في موقف وزارة الخارجية المغربية أو الرد على موقف وزارة الخارجية التونسية وضح مجموعة من المعطيات البرتقلي الدقيقة التي تؤكد بالملموس أنه هذا الشخص لم توجه إليه أي دعوة وإنما كان كل أمر عبت وتواطئ بين الجزائر وبين تونس بشكل أو بآخر كيف يمكن أن توجه دعوة إلى هذا الشخص والقرار الذي صدر على القمة الإفريقية يوضح بما لا يدعو مجالا للشك أنه المدعوون إلى القمة هم خمسون دولة إفريقية وليسوا من أعضاء الاتحاد الإفريقي ثانيا أن الأمر يتعلق بدعوة مكتوبة توجه من رئيس وزراء اليابان أو موقع من رئيس وزراء اليابان إلى جانب توقيع رئيس تونس باعتباره الدولة المضيفة كيف يمكن أن توجه دعوة إلى هذا الشخص واليابان لم توقع أي دعوة له بل حتى البيان الصادر عن اليابان يقول أنهم التنديد بما وقع لم يصدر عن الرباط وحدها كما تابعنا شخصيات تونسية كثيرة استاءت مما أقدم عليه الرئيس قيس سعيد وأيضا دول مشاركة في المنتدى دول إفريقية صديقة عبرت عن أسفها لغياب المغرب طبعا طبعا لأنه أنا كنت آتي إلى النقطة لأبين أنه التشخيص القانوني المغرب حينما يحتج بناء على معطيات قانونية دقيقة متصلة بتفاصيل مرتبطة بأنه هذه الدعوة هي أولا سقطة في حق تاريخ تونس أولا ومواقفها التاريخية وسقطة في حق ما يتعلق بهذه المناسبة باعتبارها ليست مناسبة متعلقة بالاتحاد الإفريقي وإنما منتدى للتعاون الإفريقي الياباني فبالتالي جاءت كل ردود الفعل منسجمة مع هذين المعطيين السقطة القانونية والسقطة التاريخية والديبلوماسية التونسية لذلك شهدنا أنه الرأي العام التونسي بمجموعه الفاعلون السياسيون في تونس النقابيون أحزاب فاعلون إعلاميون شخصيات بارزة وزراء سابقون رئيس سابق لتونس كل الفعاليات بمجموعها ضد هذه الخطوة لأنها إن دلت على شيء فإنما تدل على أنه هذا الرئيس وبقدر ما هو مفتقر إلى الشرعية داخل بلده وبقدر ما هو منحاز إلى أطروحها هذا تبت منذ فترة منذ الامتناع عن تصويت على القرار الـ 26-0 جوج والذي ادعى البيان الخارجي التونسي أنه يساند الشرعية الدولية ويساند قرارات الأمم المتحدة في حين وقفوا في وجه قرار المجلس الأمن الذي يدعم الحكم الداتي باعتباره الحل لوحيد لإنهاء هذا النزاع المفتعل كل هذا جعل هذه النخب الحية مبعث هذا الاستياء ومبعث هذا الاحتجاج من النخب التونسي الحية وحتى من دول إفريقية الصديقة والشقيقة التي أعربت عن مواقفها هناك من سحب هناك من أعلن عن موقف في القمة هناك بعض الدول التي دعت إلى أنه لا معنى لهذه القمة أصبحت مفرغة من مضمونها خارج وجود المغرب وخارج مراجعة البروتوكول والتقنيات والتفاصيل ثم هناك مسألة مهمة جدا لطالما شدد عليها المغرب وفي الحقيقة تبين تؤكد مرة أخرى على السلوك الجزائر وعلى السلوك من تجرهم من على شكلة الرئيس قيس سعيد الذين أصبحوا لا يعيرون بالا ولا يهتمون مطلقا بالقوانين وبالتفاصيل وبما اتفق عليه يعني يضربون عرض حائط بكل النصوص المنظمة لأي نشاط شهدنا ذلك في حديثهم عن الجامعة الدول العربية وعن طريقة تلاعب بتوقيت القمة وبمضمونها وأجندتها شهدنا الآن ما يحدث الآن على مستوى التكاد أعتقد أنه الآن لا الجزائر ولا تونس معها تضعاني أنفسهما في خانة أو نفسهما في خانة تصنيف سيجعلهما يستبعدان من أي نشاط من هذا القبيل شكرا